والآن فلنأخذ هذا المثال تطبيقا على النظرية النقدية في تفسير التضخم دعنا نفترض أنه توفرت لدينا المعلومات التالية معدل نمو عرض النقود يساوي 15% المطلوب حساب معدل التضخم في الحالات التالية الحالة الأولى حساب معدل التضخم عندما يكون معدل النمو للناتج الحقيقي يساوي 5% الحالة الثانية حساب معدل التضخم في حالة أن معدل النمو للناتج الحقيقي يساوي 0% الحالة الثالثة حساب معدل التضخم في حالة أن يكون معدل النمو للناتج الحقيقي يساوي 15% الحالة الأولى معدل التضخم دلتا P على P بيساوي دلتا M على M اللي هو معدل نمو عرض النقود ناقصا دلتا وي على وي معدل نمو الناتج الحقيقي بساوي 15% اللي هو معدل نمو عرض النقود ناقصا 5% اللي هو معدل نمو الناتج الحقيقي بساوي 10% وهو معدل التضخم نلاحظ في الحالة الثانية في حالة انخفاض معدل النمو إلى الصفر مع بقى معدل انخفاض معدل نمو الناتج الحقيقي إلى الصفر مع بقى معدل نمو عرض النقود ثابت 15% إذن معدل التضخم بساوي 15% ناقص صفر بساوي 15% نلاحظ هنا ارتفاع معدل التضخم بإنخفاض معدل نمو الناتج الحقيقي الحالة الثالثة معدل التضخم بساوي 15% للمعدل نمو عرض النقود وهو ثابت وارتفاع معدل نمو الناتج الحقيقي إلى 15% وبالتالي يكون معدل نمو التضخم بساوي صفر إذن نلاحظ كلما كان معدل نمو عرض النقود أكبر من معدل نمو الناتج الحقيقي فإن معدل التضخم يرتفع مما يؤكد أن التضخم ظاهرة نقدية وفقا للتحليل الاقتصادي الكلاسيكي